السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبتنا العزاء رجعنا معكم محاضرة جديدة هي تعتبر من المواضيع المهمة بهذه المحاضرة التي سنتناولها وهو موضوع قاعدة لوشاتلي لوشاتلي وزاري لوشاتلي شبي وزاري إذا أراد يجي وزاري فدرجته من 5 درجات إلى 8 درجات زيان بابا فموضوع كلش مهم وسهل بنفس الوقت تعال لنشوف شي يقول لوشاتلي قاعدة لوشاتلي هو الموضوع كل كلامي ما بأي مسألة تنص هذه القاعدة على أنه إذا أثر مؤثر خارجي مثل التغير بالضغط والحجم ودرجة حرارة على تفاعل في حالة اتزان فإن التفاعل يتجه باتجاه بحيث يقلل من ذلك التأثير ليصل إلى حالة اتزان جديدة تنص القاعدة على أنه إذا أثر مؤثر خارجي مثل التغير بالضغط أو الحجم ودرجة حرارة على تفاعل في حالة اتزان فإن التفاعل يتجه بإتجاههم بحيث يقلل من ذلك التأثير وللوصول إلى حالة اتزان جديدة شان يعني؟ باعوا إياي هسنت إذا رحت مثلاً تغسل إيدك كملت أكل ورحت تغسل إيدك بالمغسلة فتحت الماء ولقيت كل شحار شنو أول شغل تسويها؟ أول ما أنت ما تدري أول ما هاي رح تسويه تسحب إيدك صح لو مو صح؟ صحيح إذن أنت إذا أثر بيك مؤثر خارجي إذا أثر بيك مؤثر خارجي مثل الماء الحار إذا أثر مؤثر خارجي مثل تغير بالضغط أو الحجم أو درجة الحرارة على تفاعل في حالة اتزان أنت شنت متزن أنت شنت رجال وبدأت تغسل وإعتيادي بس من إن شويت صارت عندك ردة فعل لا أرادية على تفاعل في حالة اتزان فإن التفاعل يتجه بإتجاه بحيث يقلل من ذلك التأثير أنت شسويت إيدك كنت تشتماد إيدك بهالاتجاه الذي قدامه أول ما نشوه السحبته هاتجي إذن انتجهت باتجاه بحيث يقلل من تأثير التشوية بحيث يقلل من ذلك التأثير ليصل إلى حالة اتزان جديدة زين هس عرفنا شنو معناتها قاعدة الوشاتلي تقريباً شان قانون نيوتن لكل فعل رد فعل يساوي بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه هاي 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 الوشاتلي هاي تقول لكل فعل رد فعل ساوي بالمقدار وتعاكسه بيماً بالاتجاه هو هذا الوشاتلي إذا سويت مثلاً فتفعل على تفاعل تفاعل ما التفاعل رح يتجه باتجاه عكسي على الممكن يقلل فعلك على الممكن يساوي يسحب فعلك أنت واقف لا سمح الله هذا تتعارك صح لو مو صح شفت واحد يريد ضربك بوكس شو سويته ليه شو سويته ليش لأن تتلافاها تقلل من هذا التأثير رح يجع عليك صح لو مو صحي إذن أي واحد بينه هو مطبق قاعدة الوشاتلي بدون ما يدري من تنشوي تسحب إيدك صح لو مو صح فكل شيء يعني أي تأثير يجع عليك تأثير يضرك أنت شو سوي تتجه باتجاه بحيث تكون ما يضرك إذا جاءت سيارة سريعة لا سمح الله ورادة تدعمك يوم خوشة مثل عندنا عركة وتشاوية وسيارة سريعة وشفتها تريد دامك شو ستسوي تروح باتجاهها لو تروح باتجاهها عكسها توخر عنها على متقلل من هذا التأثير إذا أنت مطبق الوشاتلي والله العظيم زين قاعدة الوشاتلي تشبه قانون نيوتن في الأنظمة الميكانيكية لكل فعل رد فعل أو لكل فعل رد فعل مساوي له بالقيمة ومعاكس بالاتجاه سؤال ما هي العامل اللي يتأثر على حالة الاتزان تذكر من قتلك مهل محاضرة الراحة القبلها من قتلك حالة الاتزان تعني اتجاه التفاعل اتجاه التفاعل شين العامل المؤثر على حالة الاتزان أولا نتغير بالتركيز التغير بالضغط أو الحجم التغير بدلشة الحرارة وأربع العامل المساعد شنو إذا أني مالك علاقة رح نجي نشرح من واحد واحد نجي نتناول هاي العوامل اللي يتأثر على التفاعل واحد واحد أول واحد التغير بالتركيز التغير بالشنو بابا بالتركيز رح أضرب لك مثال بسيط واجي التغير بالتركيز قبل المثال عدنا سحب و عدنا اضافة انتبهوا يا ايباباتي انت ببيتكم عدكم فوق البيت تانكي ساعة ماتة 500 لتر بس انتو عائلة شبيرة فقلتو خنكبر التانكي واحد من اخوتك اش قال؟ قال راح اجيب تانك ابو للي فابوك اش قال لي؟ قال لسا تابوي علي ما نجيب تانك ابو للي فنخسر هذا احنا جيب تانك ابو الخمسمائة وربطه اياه اخوه معكم مشكلة هذا الولد شافي الحجاية منطقية شا سوه؟ راح جاب تانكي ابو الالف ثاني عفونا ابو الخمسمائة ثاني بدل ما يفتح هذا ويسوي تأسيس جديد منه بس يسوي بيانات الربط هاي راح اربط بيانات الاني زيان سؤال خينقوي اكو مي هنا اكو هنا مي هذا اتجاه وهذا يعني القيمة ماتة وهذا هنا انا خينقول هنا انا عندنا تفاعل انا نصيح لها متفاعلات وهنا عندها نواتج واكيد التفاعل تروح باتجاه المتفاعلات تروح باتجاه النواتج زيان اجيت التى شغلت المطور ضاف المطور مي هنا لهذا التانكي راح يسعد المي اكيد 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 راح يسعد الهنانة اكوبور بيانات المشترك تتوقع اتجاه المي اروح منا لهنه منا لهنه لهنه من ذاك الهذا اكيد راح يكون اتجاه المي بهذا الاتجاه صح لو مصح اجيت اضافه المن للمتفاعلات غيرت jغيرت الحجم او التركيز المال شنو مات التى كنن ordering اضافه ردة الفعل مات اضافه اجيت الامي اجيت نواتج باستخدام إلى أن يستساوي أن يصير بنفس القيمة زيان بابا؟ زيان باعوا يا ايو، هس إحنا سوينا وضفنا المتفاعلات خوش، إذا أنا إجيت سويت إجيت ضفت مي لهذا التانكي اللي هو النواتج إضافة ماء إجاء المي مثلا صار انترس لهنا ماذا تتوقع؟ اتجاه المي من سيصير هنا خلال البوري؟ خلال البوري سيصير اتجاه المي بهالشكل لأن هذا أكثر فأكيد سيذهب باتجاه الأقل فمن الضيف للنواتج يتجه باتجاه المتفاعلات ومن الضيف للمتفاعلات يتجه باتجاه النواتج صح له ومو صح؟ لأن هذه صارتنا فكرة حسنا أنا إياك، تعال وياي عليك يا فك هنا عدنا المي صار لهنا أنا ترسنا ترسنا التانكي، أمود لا ينقطع المي سيئ؟ باوي إجيت آني هذا ولد آني أنت واش ياهو بكيفك؟ هذا وليد واقف هنا بيدا سطل ما المي أو دولك أخذ من هذا التانكي، فخل المي لا يصل إلى هنا خل المي لا يصل إلى هنا هو ما سوى الولد؟ أخذ من عنده، سحب من هذا التفاعل، من هذا المكان ما تتوقع هذا المي؟ وين سيصبح اتجاهه؟ اتجاه المي ما سيصبح؟ أنا أقول لك، وأنت ستقول لي أستاذ أنا سمعك قاعد تقول لي أستاذ، سيذهب المي لهواي سيذهب باتجاه القليل يعني سيذهب من المتفاعلات للنماتج إذن لما نسحب من مكان يصير اتجاه التفاعل باتجاه السحب اتجاه التفاعل باتجاه السحب نفسه هو هذا الوليد، إجي هنا إيش سوى؟ إجي سحب من هذا التانكي سحب من هذا التانكي موي وصله وين؟ وصله إلى هنا ما تتوقع اتجاه التفاعل؟ وين سيصبح؟ أنت سمعك قاعد تقول لي أستاذ يصير باتجاه المتفاعلات إذن هنالك صار عدة؟ صار عدة؟ السحب إذن بابا، لما نسحب السحب نفس الاتجاه ولما ننضيف الإضافة عكس الاتجاه زيان؟ خلينا نأخذ تفاعل أنا يعني أسا أدري بك التهم تمكن بنسبة 30 بالمئة أو 20 بالمئة بابا، عندنا هذا التفاعل ثلاثة عشتو زاد أنتو راح ينطيك ثنياً NH3 ثنياً NH3 وكل هن غازيات كل هن غازيات ما ريد أمسح هذا، ريد يضلوا إياي، باوا إياي إذا ضفت إذا هنا عدنا شنوه؟ عدنا شغلنا التغير بالتركيز أولاً الإضافة أولاً شنو بابا؟ الإضافة إذا أجد شيء ضفت للمتفاعلات وين ضفت ثاني؟ وين راح أضيف؟ للمتفاعلات، يعني المتفاعلات توصل لهنا اتجاه الماء، وين راح يصير؟ يتجه اتجاه التفاعل، وين يروح؟ يروح باتجاه النواة، النواةج أقول له عنده أو خلسي لك سؤال، أقول لك ماذا يحدث للتفاعل؟ يعني بين قوسياً حالة الاتزان عنده إضافة كمية من H2 أو N2 تش راح تقول لي؟ الجواب ما تش راح يكون بابا؟ الجواب تقول لي يا بابا، عنده إضافة كمية من H2 أو N2 يتجه التفاعل أنا وين ضفت؟ إيش راح يسوي؟ إيش راح يسوي؟ راح أضيف للمتفاعلات، راح أضيف المن؟ للمتفاعلات، راح يوصل الميمة للمتفاعلات، خنقول هذا هي جتشان؟ راح يوصل الميمة للمتفاعلات، لهنانة، بعض أضافة،، يوصل الميمة للمتفاعلات لفوق، وين يتجاه التفاعل يصير؟ أكيد راح يتجه باتجاه النواتج، يتجه التفاعل باتجاه النواتج، باتجاه من باباتي، باتجاه النواتج، ذي هاي خلصنا منها أريد من عندك سبب ليش يتجه باتجاه النواتج على المودة هنا مصارت عند زيادة حتى أستهلك هاي الزيادة الهنا الموجودة يتجه التفاعل باتجاه النواتج إذا نقول السبب لاستهلاك الزيادة الحاصلة في تراكيز النواتج وللوصول إلى حالة اتزان جديدة وللوصول إلى حالة اتزان جديدة بعدنا احنا وين؟ بعدنا بالإضافة خلق لك بعد وحدة مثلا سؤال ماذا يحدث لحالة الاتزان يعني تجاه التفاعل عنده إضافة كمية من NH3 اللي هي 100 NH3 النواتج هنا ش راح أسواني هنا باباتي ش راح أسوي راح أجي أضيف على اعتبار هذا هنا عندي شي قليل هنا شي قليل زيان بابا أجي أضيف التفاعل أكيد المي راح يسعد له هنا وين اتجاه المي راح يصير راح يصير اتجاه المي إيه له هنا يعني إذا أضفت للنواتج يتجه باتجاه المتفاعلات أقل الجواب عنده إضافة كمية من NH3 زيان يتجه التفاعل إلى المتفاعلات السبب السبب ليش بالأضافة راح يصير عندك زيادة زيادة نفس الأضافة خافي يقول لك عنده زيادة تركيزة هي نفس الأضافة سجلها ملاحظة زيادة التركيز هي نفس الأضافة هنا صار عندك زيادة يروح المي بهالاتجاه على موضي يساون على موضي يقلل هذه الزيادة إذا نفس السبب لاستهلاك الزيادة الحاصلة في تركيز النواتج على موضي أستهلك الزيادة الحاصلة أين بابا؟ بتركيز النواتج الآن ابتهمت أنه الآن الإضافة عكس الاتجاه أضيف للمتفاعلات يروح التفاعل باتجاه النواتج أضيف للنواتج يروح التفاعل باتجاه المتفاعلات وصلت إن شاء الله زيان بابا؟ الإضافة سجل ملاحظة يمك الإضافة عكس الاتجاه الإضافة شبيه عكس الاتجاه إضافة للنواتج يروح للمتفاعلات يروح إضافة للمتفاعلات يروح للنواتج السبب ثابت لاستهلاك الزيادة الحاصلة في تركيز ضايف للنواتج اكتب في تركيز النواتج ضايف للمتفاعلات اكتب في تركيز المتفاعلات طبعاً هنا أنا مو تركيز النواتج أنا نعتذر في تراكيز المتفاعلات الاستهلاك الزيادة الحاصلة في تراكيز المتفاعلات قبل شوية كنا نحجي هسا كملنا أول فقرة اللي هي من هي اللي هي الأضافة نجعل السحب ثانيا السحب شنو بابا السحب على اعتبار الماء هنا من الساوي الماء يشبيه من الساوي زيان سؤال ماذا يحدث لحالة الاتزان عنده سحب كمية من H2 أو N2 يعني متفاعلات تعال خنمثل هانو اجي هذا الوليد الحباب راح يسحب من هذا التانكي احنا من ينقلنا من المتفاعلات او هذا هذا مو حباب وهذا حباب راح يسحب من عدة من راح يسحب من عدة اكيد راح يقل هذا تركي الحجم ماته كمية الماء راح تقل صح؟ شتوقع تجاه الماء ايش راح يصير اكيد راح يتجه التجاه الماء بها الاتجاه لانعلمون يعوض هذا النقص الموجود هنا ها؟ ايش قلت استاذ؟ علمون يعوض النقص اذا السبب ماتك لتعويض النقص الحاصل اول شي لما انا اسحب من المتفاعلات راح يتجه باتجاه المتفاعلات اذا الجواب اقول له عنده سحب كمية من N2 او H2 فالتفاعل يتجه باتجاه منه؟ باتجاه منه بابا؟ باتجاه المتفاعلات باتجاه المتفاعلات ليش؟ لسد النقص او لتعويض النقص الحاصل لسد النقص الحاصل في تراكيز منين سحبتها من المتفاعلات لسد النقص الحاصل في تراكيز المتفاعلات وللوصول طبعا هاته هنا الوصول الى حالة اتزان جديدة حسب قاعدة لوشاتلي للوصول الى حالة اتزان جديدة حسب قاعدة لوشاتلي زين بابا؟ زين استار هسا منين سحبنا؟ سحبنا من النواتج أسأل لك بعض السؤال سؤال ماذا يحدث ماذا يحدث لحالة الاتزان عنده سحب كمية من NH3 شي صير الى سحب تكمية من NH3 شي صير باعوا يا عبابا اجي منين سحبيت من NH3 يعني من النواتج يعني هذا الهنا مكانه اجي هذا الوليد الحباب ايش سوه؟ سحب مي سحب حنقول صار المي من سحب من عده صار المي الى هنا ايش تتوقع اتا وين انتجاه التفاعل وين رح يصير استاذ اتجاه التفاعل رح يصير باتجاه السحب يعني باتجاه النواتج اقول لي الجواب عنده عنده سحب كمية من NH3 يتجه التفاعل باتجاه منه باتجاه من اذا سحب السحب نفس الاتجاه باتجاه النواتج ليش؟ لان النواتج صار عده نقص فيروح يسد النقص لسد النقص الحاصل في تراكيز الشنوبابا لسد النقص الحاصل في تراكيز النواتج وللوصول الى حالة اتزان جديدة حسب حسب قاعدة لوشات لي حسب قاعدة منوابه لوشات لي اذا باباتي حبيبي لما نسحب بنفس الاتجاه اذا سحبت النواتج يتجه التفاعل باتجاه النواتج واذا سحبت المتفاعلات يتجه التفاعل باتجاه المتفاعلات اذا هو هذا موضوعنا كلامي مجرد انه يقول لك يا باب اضفت لي هنا الاضافة تقول له عكس الاتجاه سحبت منها تقول لها سحب نفس الاتجاه من ينتزها هو نفس الاتجاه يروح ان شاء الله مفهومة وواضحة نكملوا ياكم النقطة الثانية بالصبورة الثانية رجعنا معكم شباب راح نكمل النقطة الثانية اللي هي التغير بالضغط والحجم احنا كملنا هاي هساعدنا هاي التغير بمن باباتي التغير بالضغط والحجم ثانيا التغير بالضغط والحجم ها باويا لازم تتذكر لقانون بويل قانون بويل شيقول يقول يتناسب الحجم مع الضغط تناسب طردي عنده او عكسي تناسب عكسي عنده ثبوت درجة الحرارة يعني شنو يعني اذا زاد الضغط قل الحجم واذا زاد الحجم قل الضغط طبيعية السالفة عندك سفنجة بالبيت سفنجة هاي مع المطبخ اذا تخليها هتش على كف في ايدك بدون ضغط تشوفها ماخدها كف ايدك كله بينما هذا اذا سلط عليها ضغط سلط عليها شنو ضغط تشوف الحجم مالتها يقل اذا الضغط والحجم واحد عكس الثاني اذا زاد الضغط قل الحجم واذا زاد الحجم قل الضغط زيان بابا 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 ايضا هنا قواعد على المتعرف تجاه التفاعل هنا عندك شنو عنده قواعد بابا أولاً عند زيادة الحجم بين قوسي النقصان الضغط ما يحدث يتجه التفاعل باتجاه عدد المولات الأكبر يعني الحجوم الأكبر ما لك علاقة بالحجوم الأكبر باتجاه عدد المولات الأكبر انتبهوا يا اي زيادة الحجم عدد المولات أكبر عدد المولات شنو؟ أكبر يعني هنا المعادلة كلش مهمة هنا المعادلة شن يا بابا؟ مهمة كلش واثنياً عنده نقصان الضغط يتجه التفاعل باتجاه منه؟ باتجاه عدد المولات الأقل يعني شنو؟ يعني الحجوم الأقل يعني الحجوم الأقل وما لك علاقة بالحجوم الأقل عليك بعدد المولات الأقل انتبه لي هنا بابا انتبه لي بابا حبيبي نقصان منه والضغط عدد المولات أقل هنا شنو؟ هنا عدد المولات أكبر؟ زيادة الزيادة والأكبر مرادفات والنقصان والأقل مرادفات إذن نقدر نتوصل إلى نتيجة إنه الحجم أو عدد المولات أصدقاء إذا زاد الحجم زادت عدد المولات يعني باتجاه يروح عدد المولات الأكبر وإذا أقل الحجم يروح باتجاه عدد المولات الأقل زين باعوا يعني هنا تأثير الحجم تأثير الحجم فقط على المواد بحالتها الغازية وحتى تأثير التغير بالتركيز التغير بالتركيز أيضا على المواد بحالتها الغازية بها مواد المواد بحالتها الغازية هي اللي وشأت ليه التغير بالضغط والحجم التغير بالضغط والحجم والتغير بالتركيز لازم المعادلة ماتك أو التفاعل ماتك يكون بحالته الغازية بحالته شنية؟ الغازية زيان باع وياي بعد بابا باع وياي بعد معناته هنا إذا يجينا ضغط أو يجينا حجم ما نهتم له أولا إذا كان دلتا أنجي ساوي النموجب معناتها عدد مولات النوات أكبر من عدد مولات المتفاعلات أكبر منياً؟ أكبر من عدد مولات المتفاعلات ثانياً دلتا أنجي الساوي النسالي معناتها عدد مولات المتفاعلات أكبر من مولات النواتج وذا ثلاثة دلتا أنجي ساوينا صفر ساوي شقد صفر يعني مولات النواتج والمتفاعلات متساوية شبيهة متساوية زيان بابا أي ليس هناك تأثير المن ليس هناك تأثير للتغير بالضغوط والحجم أوكي هسا راح أجيك بسؤال برو يا عبابا سؤال للتفاعل التالي أو الآتي ثلاثة أشتو غازي زاد أنتو غازي راح ينطينا ثنيا NH3 أيضا شنو غازي أوكي ثنيا NH3 غازي سؤال ماذا يحدث لحالة الاتزان عند الآتي أولا زيادة الحجم بين قوسين يعني شنو؟ يعني نقصان الضغط نقصان الضغط ثلاثة أو ثانيا زيادة زيادة الضغط للعلم اكتب ملاحظة يمك عند التغير بالتراكيز والتغير بالضغط والحجم اكتب ملاحظة تغير بالتراكيز والتغير بالضغط والحجم لا تؤثر على قيمة ثابت الاتزان قيمة ثابت الاتزان مو حالة الاتزان لا القيمة مالثابت الاتزان يعني كيسي التغير بالتراكيز والتغير بالضغط والحجم ما يأثر على قيمته زين تعال advise سؤالنا من أج�le تغير بالضغط والحجم أول شغلة ص betrayal عدد المولات اجد أول شغلة ص template عدد المولات هنا اجد استاذ هنا ثلاثة بواحد يعني عدد المولات المتفالة 4 هنان اثنيا قايا ب EM then اثنيا اذا عددgg المولات المتفالة أربعة والنواتج الثانية معناتها موالات المواد المتفاعلة أكبر خليشوفوا الإجراء الأول شنواش يقول يقول زيادة الحجم شيصير الحالة للاتزان وين ينتجه التفاعل بزيادة الحجم تعالوا يا اي انتبهنا عند زيادة الحجم يتجه التفاعل باتجاه عدد الموالات الأكبر أجي أقول له عند زيادة الحجم يتجه التفاعل باتجاه عدد الموالات الأكبر من الأكبر المتفاعلات أي باتجاه المتفاعلات أي باتجاه شنو متفاعلات ستعطيني سبب السبب هنا شنوش عندك زيادة شعدك هنا زيادة ما دام زيادة تقول له أول كلمة بسبب لاستهلاك الزيادة الحاصلة في الحجوم وللوصول إلى حالة اتزان جديدة اشتغلوا التدائم بدلالة الحجم الحجم وهي عدد الموالات الأصدقاء يزيد الحجم يروح باتجاه عدد الموالات الهواية يقل الحجم يروح باتجاه عدد الموالات الأقل فهم أصدقاء إذا زادوا ويزودوا وإذا أقلوا ويقلوا أما الضغط هو عدد الموالات لا أمور ربع إذا زاد الضغط عدد الموارات قليلة وإذا قل الضغط عدد الموارات هواي أنت اشتغل على الحجم اشتغل على وحدة أسهل لك تعالوا إياي هسه هو يعود يفر السؤال عليك شوف الشيء راح نفر السؤال إحنا عليه باعوا إياي إيش قال هو؟ قال زيادة الضغط أنا ولا أعبأ لك أقول له همين يابا عنده زيادة الضغط عنده شنو؟ عنده زيادة الضغط شي يصير؟ بين قوسين أكتب نقصان الحجم الحجم ليس به نقصان لما أنه بنقصان الحجم شي يصير؟ يتجه على أساس التجابة على زيادة الضغط يتجه التفاعل باتجاه هسه نحن لعبنا السؤال يتجه التفاعل باتجاه نقصان الحجم عدد الموارات الأقل باتجاه شنو بابا؟ باتجاه عدد المولات الأقل باتجاه شنو؟ عدد المولات الأقل من هي عدد المولات الأقل؟ النواتج أي باتجاه النواتج زيادة لاستهلاك الزيادة الحاصلة في الضغوط الاستهلاك الزيادة الحاصلة في الضغوط وللوصول إلى حالة اتزان جديدة وحسب قائد اللي شاتلي بروح الحسين كتبت الملاحظة اللي قلت لك عليها التغير بالتراكيز أنا أكتبك ياها أنا أدريك ما تكتبها أكتبها ملاحظة التغير بالتراكيز والضغط والحجم زيادة لا يؤثر على قيمة ثابت الاتزان اللي هو منوة؟ اللي هو كي إي كيو جدنا عاملة جهزات بقايننا منوة؟ بقاعدنا درجة حرارة ستخبر لعامل المساعد العامل المساعد عليها السؤال واحد وهو العامل المساعد بصورة عامة يزيد من سرعة التفاعل والاتجاه الأمامي والاتجاه الخلفي بنفس القدر يبقى عندنا منوة؟ يبقى عندنا درجة الحرارة نشرحها بالصبورة القادمة رجعنا معكم شباب بالصبورة الأخيرة ونختم محاضرتنا بس نشوف التغير بدرجة الحرارة شي سوي باوي اي شنوش عدنا احنا ادنا ثلاثة التغير بدرجة الحرارة التغير بيما شباب التغير بدرجة الحرارة أول شي قبل لا نكتب كل شي اكتب لملاحظة التغير بدرجة الحرارة يؤثر على قيمة ثابت الاتزام انتهينا منها انتهينا تعالوا اياي يجب ان نعرف ان التفاعل ماص انباعث حتى نعرف اتجاه التفاعل عنده التغير بدرجة الحرارة يعني لازم تعرف شنوه التفاعل ما صلا وباعث حتى تعرف اتجاه التفاعل شو وقت لما يصير التغير بدرجة الحرارة شلون تعرف التفاعل ما صلا وباعث عندك ثلاثة طرق عندك شنو ثلاثة طرق درجة او شي اسمه نوع التفاعل باعي اما ينطيك شنو دلتا اتج و دلتا اتج اذا سالبه التفاعل باعث و اذا موجبه التفاعل ما صلا ها انتهينا منها الثانية اذا شنو اذا ذكره يعني مثلا شوني قل لك مثلا هنا مثلا للتفاعل شنو للتفاعل مثلا الماص هو قائلك هو قائلك نوع التفاعل اذا ذكره بالسؤال نوع التفاعل مثلا اولا التفاعل الماص الات مثل يش مثل هسه هذا ايش عندنا مثلا ان اتج ثري زائد طاقة ينطيك انتو زائد ثلاثة اشتو و ثانيا التفاعل الباعث الات مثل يش مثل هسه هذا ايش يقول لك يا بي اشتو زائد سيالتو ينطيك اشتو و عدد مولاته اثنين زيان اوكي استعم بعد شون تعرف النوع الثالث النوع الثالث من خلال وجود كلمة او قيمة الطاقة من خلال وجود كلمة او قيمة الطاقة شون يعني بها هاي تفرعين اذا كانت اذا كانت الطاقة بالمتفاعلات فالتفاعل شبيه التفاعل ماص و ثانيا اذا كانت الطاقة بالنواتج فالتفاعل باعث اوكي خلي قل لك سؤال او شغلة المعلومة التي تعطى عن الحرارة يعني سواء كانت باعث او ماص هي للامام والخلفي عكسها شون يعني تعالوا مثلا قال لك هذا التفاعل H2 زاد CL2 ينطيك H CL2 و قال لك دل تاتش على افتراض سامنة سالب 6 حسا شي قولت التفاعل شبيه التفاعل باعث هاي الجملة للنواتج النواتج شبيه النواتج باعث المتفاعلات عكسها المتفاعلات رح تكون ماص لو كان هاي الجملة منطيك التفاعل مثلا مثلا منطينا هذا A B رح ينطيك A زائد 2 B دل تاتش رح يقال لك موجب 20 التفاعل شبيه ماص النواتج ماص والمتفاعلات باعث النواتج ماص والمتفاعلات باعث هسا افتهمت شنو يعني المعلومة التي نعطه عن الحرارة أو دلتا اتش هي للأمامي والخلف شبيه الخلف عكسها الخلف شبيه عكسها أوكي هسا اول شغلة افتهمناها انه شنو انه لازم نحدد نحدد التفاعل ماص لو باعث وطيتكم اكثر من طريقة اطيتكم شنو اكثر من طريقة اول ملاحظة قلت لك اكتبها بتغير بدرجة الحرارة قلت لك يتغير ثابت الاتزام بتغير درجة الحرارة تعالوا اولا او ملاحظة عندما يتجه التفاعل باتجاه النواتج عندما يتجه التفاعل وين باتجاه النواتج تزداد قيمة كي اي كيو لان العلاقة بين كي اي كيو والنواتج طردية والنواتج شنية طردية اما عندما يتجه التفاعل باتجاه المتفاعلات هايش وقت بدرجة الحرارة تقل قيمة كي اي كيو ليش لان العلاقة بين كي اي كيو وال متفاعلات عكسية يعني اذا زادت المتفاعلات قلت كي اي كيو باعو يا نجح على الملاحظة الاولى كي اي كيو يتناسب تناسب طردية وياما ويتراكيز النواتج فاذا تراكيز النواتج زاد اكيد كي اي كيو شبي يزيد واذا قلت يتقل هاي علما هاي علولة كي اي كيو يتناسب تناسب عكسي هاي علامة التناسب العكسي وياما ويالمتفاعلات فاني اذا راح التفاعل باتجاه المتفاعلات يعني معنات هالمتفاعلات زادت شلو نستعد باور انت واحد انت شنو؟ أو عوف انت هذا شقدت؟ هذا قلم راح اودّي قلم ثاني باتجاهه شقد صاره؟ اثنين شقد صاره؟ ثلاثة قلم بعد واحد باتجاهه صاره شقد أربعة إذن لما نروحانا باتجاه واحد راح يزيد العدد راح يصير عددend زيادة فاتفاعل من ياتجه باتجاه النواتج معناه النواتج تزداد والتفاعل من يتجه باتجاه المتفاعلات معناه المتفاعلات أيضا تزداد وصلت الفكرة بابا وصلت test زيان. هسا هاي افتهمناها وهاي افتهمناها. بقت عندنا ملحوظة بسيطة على مدن نقفل درجة الحرارة. شينيها الملحوظة ستاد؟ اكتب لي هراير لان راح امسحها. وقفوا الشاشة واكتبها. باعوا ياي. التفاعل. او عنده مثلا مثلا هاي غيرها غيرها. حانا اسهلك ياها بعد. ملاحظة. عنده التسخين. يعني زيادة درجة الحرارة. يعني شنو؟ يعني زيادة درجة الحرارة. يتم الماص. بياناتنا الحاجي. الماص يحب التسخين. الماص. التفاعل الماص يحب الشنو؟ يحب التسخين. يعني اذا اكو تسخين راح يروح التفاعل باتجاه الماص. بالاتجاه الشنو؟ بالاتجاه الماص. وثانياً هاي أولاً ثانياً عند التبريد التبريد يعني شنوه يعني نقصان درجة الحرارة يعني شنوه يعني نقصان درجة الحرارة يتم الباعث الباعث يحب التبريد التفاعل الباعث شي يحب يحب التبريد شي يحب بابه يحب التبريد نقصان درسة الحرارة تحب الباعث التسخين يحب الماص زيادة درسة الحرارة تحب الماص أي شيء مرادف للتسخين أو الزيادة هو شين هو؟ هو يتم الماص بي تعال هنا أنا من طين التفاعل قال لهسة هنا ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ لحالة الاتزان وثابت الاتزان عنده أولا زيادة درجة الحرارة ثانيا نقصان درجة الحرارة تعالوا يا يوليدي أول شغله ما دام درجة حرارة لازم أحدث التفاعل ما صلا وباعث تعالوا يا يوليدي مطيني دلتاش للتفاعل لا أستاذ ذاكر لي بالسؤال التفاعل الماص لا أستاذ من خلال وجود كلمة الطاقة إذن موجودة كطاقة أو قيمة الطاقة يعني مثلا نكاتب لك 5 كيلو جول هيتش عشرة هنا موجود طاقة الطاقة وين موجودة؟ بالمتفاعلات إذن طاقة بالمتفاعلات يعني التفاعل ماص التفاعل شبيه ماص وإذا النواتج ماص المعلومة التي تعطى عن الحرارة هي للأمامي والخلفي عكسها إذا النواتج ماص فالمتفاعلات شبيه باباتي؟ المتفاعلات باعث المتفاعلات شبيهه واليدي؟ باعث حلو انتبهوا إياي هس أول شغلة طلعت من هو ماص من هو باعث أعيد 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 عدي سؤال قال لماذا يحدث حالة الاتزام ومثابة الاتزام عند زياد درجة الحرارة ونقصان درجة الحرارة أول شغلة لازم أعرف التفاعل ماص لو باعث أشوف التفاعل الطاني دلتا أج لا ذكر بالسؤال ماص أو باعث لا إهنان تعالوا اليدي من خلال وجود كلمة أو قيمة الطاقة أي ستاد إذا كانت الطاقة بالمتفاعلات فالتفاعل ماص التفاعل شبيه ماص هنا هاي الملاحظة المعلومة التي تعطى عن الحرارة هي للأمامي إذن الأمامي ماص الخلفي باعث وصلت إن شاء الله إن شاء الله وصلت باعوا ياي ماذا يحدث؟ عند زيادة درجة الحرارة يعني شنو يعني تسخيني عن زيادة درجة الحرارة عند زيادة درجة الحرارة يتم الماص يتم من هو الماص؟ بين قوسين يستفاد الماص هنا يستفاد الباعث عفواً يعني شنو يستفاد؟ أنا أريد أفيدك أريد شا سوي لك؟ أفيدك أمشي وياك شا سوي لك؟ أمشي وياك زياد؟ أنا أريد أفيد واحد أروح باتجاهها أروح شنو؟ أروح باتجاهها أريد أفيدها زيان بابا؟ زيادة درجة الحرارة يتم الماص يستفاد الماص من هو الماص؟ عندنا موجود الماص الموجود عندنا النواتج أقول للجواب عند زيادة درجة الحرارة يتجه التفاعل باتجاه النواتج ليش؟ لأن النواتج ماص لأن النواتج بيها ماص لأن النواتج بيه ماص باعوا ياي عند زيادة درجة الحرارة من هو يستفاد؟ يستفاد الماص زيان سبب لاستهلاك الزيادة الحاصلة في الحرارة هذا اتجاه التفاعل ثابت الاتزان وين اتجاهه؟ وين اتجاه؟ اتجاه باتجاه النواتج النواتج شنو علاقتها؟ ويا كي اي كيو طردية إذن تزداد شراح أقول له؟ أقول له وتزداد قيمة كي اي كيو لأن العلاقة بين كي اي كيو والنواتج طردية التلاعب ضالك بس هذه الامثلة أنا قاعد أشرح لك القاعدة بشكل عام الامثلة جاية إن شاء الله بالمحاضرات القادمة وهو أي عندنا أمثلة ما أريد أمسحهاي لأنني أريد أفهمك عليها أريد أفهمك عليها نحل على أساسها احنا باعوا ياي النقطة الثانية يقول نقصان درجة الحرارة نقصان إيش قال؟ قال نقصان يعني تبريد بالتبريد من هو يتم الباعث؟ من هو يستفاد الباعث؟ هنا الباعث مات وين المتفاعلات إذن أقول لي ياابا الجواب عند نقصان درجة الحرارة يتجه التفاعل باتجاه من هو المتفاعلات؟ باتجاه من؟ باتجاه المتفاعلات نقصان لسد النقص الحاصل في الحرارة ثابت الاتزان وتقل قيمة ثابت الاتزان ليش؟ لأن العلاقة بين KEQ والمتفاعلات طردية المتفاعلات شبيهة؟ علاقة أفوان عكسية هنا علاقة شنية؟ عكسية العلاقة عكسية يعني زادت المتفاعلات قلت KEQ باباتي هذا مثال بسيط على ما نوضح لك شنو معنات التغيير بدرجة الحرارة يبقى عندنا العامل المساعد هو يزيد من سرعة التفاعل الأمامي والتفاعل الخلفي بالقدر نفسه أي يزيد من طاقة التنشيط وعندنا سؤال عليه هو كل شيء كافي ما يحتاج شرح الكياه لينة شباب انتهت محاضرتنا أريدك هاي المحاضرة شك وملاحظة بها تكتبها شك ورسم سويته تكتبه شك ومخطة سويته تكتبه الملاحظات تسجلهم المكتبت لك ملاحظة هنا ملاحظة هنا ملاحظة هنا تسجلهم والمثال اللي جاءت تتكييه تخلي ليها جو الملاحظات حتى شنو؟ حتى تفتيهم المحاضرة الجاية راح تفتح المحاضرة ويأتي تلقي أمثلة تدري شنو؟ راح بس تشوف المثال أنت تجي على الملاحظات ملاتك تقعد تحل لأن شرحت لك تقعد تلوشات لي وسهدك إياها الطريقة المطبيعية زيان أبوية؟ فإقرال إياها والملاحظات ثبتهم يمك الملاحظات ثبتهم يمك يصار عندك تدير بالك ثابت الاتزام ما يتغير بس بتغير درس الحرارة يعني التغير بالضغط والحجم والتغير بالتركيز ما ما العلاقة بي العام من مساعدك لا هوات زيان أبوية اقرأ المحاضرة زيان محاضرة وزارية مهمة المحاضرتي هن راح يجن وراها انحل بيهن الأسئلة والتمارين والأمثلة وكلها انحلهم زيان باباتي لهنانة انتهينا من محاضرتنا إن شاء الله نشوفكم صحة وعافية بالمحاضرات القادمة في أمان الله فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر